أمام إحدى مدارس لبنان الرسمية في طرابلس تقف رزان وريم وغيرهما من الطالبات في اعتصام يقام لليوم الثالث على التوالي فالفتيات خلعنا ثوب المحرمات التي يفرضها المجتمع ورفعنا صوتهن عالياً ضد معلم يعمل هنا لسنوات لكنه بات اليوم متهماً بالتحرش ولا مرعيات التلميذة بإسمع ولا أصلاً بتعرف عاسمك يا حبي، شو يا عيني يقبرني دينتك شو حلوة ويقبرني طولك بيجيب ديابتك بالغصب يعني مستحيل تخليه أنه ممنوع ديابتك أو شيء أبداً بس تقولي له أنه لا ما بات ديب بيسبسب بعيد هلأ نحنا كنا بس بنات لما بيكون معك شباب بصطف أنه بتقوي أنه معك الشاب يطلع يقول له أنه لا ليش نحنا بنات سألني مرة لكن مرأي خد رياحتي معكم أكتر المدير بستدعيني قال لي الحق عليكم أنه أخدت الصورة معه وقال لي أنه هو أنه إذا طلعت بالأستاذ نظرة أنه ممكن يغير عقله وهيك أنه حق علينا وحكي ما له طعمة وزارة التربية اتخذت قراراً بتوقيف المعلم عن العمل لكن الأمر لم يكن كافياً فانضم شبان من صفوف أخرى للأتصام احتجاجاً على طريقة تعامل الإدارة كتير قصص كتير بتصير مثل وحدة كانت لابسة عقب برقبته هو عم يتقرر العقب بطريقة غير لائقة يعني البنة بردت فعل تضربه بعدها تضربه ثاني يوم البنة تنطرد عام مرة على إكرار لبنان قانوناً يعاقب التحرش الجنسي للمرة الأولى قانون رغم بعض الملاحظات عليه إلا أن إكراره شجع النساء على الإبلاغ عن تعرضهن للتحرش تم تطبيقه للمرة الأولى من كم شهر وقت تدعو عدد من الأشخاص ضد شخص أنه تم التحرش فيهم بإطار علاقة عمل وكذا وكانت أول مرة نياب العامة بتتدعي ضد هذا الشخص على أساس إنون التحرش فالإيجابيات بإيجاد هذا الإنون أنه صار فيه إطار إنوني لأنه التحرش منه وليدة اليوم التحرش موجود من زمان وجه فبس ما كان فيه إطار إنوني بيحمي الناجيين من التحرش وبيوجد ألية لمكافحة التحرش فهذا الإنون عطى هذه الفرصة أما التحرش داخل المؤسسات التربوية فيعتبر جناية تصل عقوبتها إلى أربعة أعوام سجنا قانون تجريم التحرش وتأهيل ضحاياه في لبنان اعتبره حقوقيون خطوة متقدمة لكن القانون اليوم أمام امتحان تطبيق بنوده في قضية شغلة الرأي العام اللبناني غنوة يتيم العربية ترابلس